اشتركوا في القناة الحلقة التي تحمل الرقم 855 من البرنامج نبدأها بنعي رحيل واحد من كبارات رجال الاهل الكبار الحاجة تيسير الهواري فضت روحه الطاهرة الى بارئها اليوم البقاء لله بشماندس البقاء لله نعزئ انفسنا بالمعنى الحرفي الحاجة تيسير كان اهلويا اصليا مش تايواني ولعله كان زعيم الاهلوية والداعم الاجبر في تاريخ النادي الاهلي الدعم الاجبر في تاريخ النادي الاهلي الحاجة تيسير اعلم انه كان يدعم الاهلي قبل ظروفه الشخصية احيانا والله على حساب ظروفه الشخصية الحاجة تيسير رحمة الله عليك كان رفيقا يسبقنا ويقودنا في حب الاهلي اعطانا النموذج الذي يضحي بلا مقابل الا السعادة التي يتلقاها من النادي الاهلي لم يخزل الاهلي ولا مسؤولوه في يوم من الايام في احلك الظروف اللي كانوا بيمر بها احيانا اي رجل اعمال في الدنيا احيانا ينتبه بعض الظروف يقولك لا استناني والنابي شوانا في اللحظة دي عمره مقال الاهلي عنده مقدم على اي حاجة وكان عشان يأمن الموضوع ده عمل مجموعة من الداعمين حوله كلهم لهم علاقة بيه وعمله الحاج جمال الجرحي عطف سلام الصديق العزيز وانا ما عرفش احصر لك دلوقتي واخشا انسى احد يزعل مني لكن كان ما بتكلمش غير حاجة تيسير من فضلك الموضوع الفلاني اذكر الكابتن صالح في يوم الايام كلمني عند التجديد لفليكس قال لي اتصل بالحاجة تيسير قال له الحاجة تيسير ما تحيرش نفسك ما ترحش مين وش مال ورح متكلمه وقال له انت وعد لي انهو الموضوع ده وانهينا التجديد لفليكس في مكتب الحاجة تيسير وكان فيه فليكس دمه خفيف ودعبات كده وقال له حاجة تيسير فقال له الدولارات او بلا سوايارة يقعد يعد فيه بشوال استرعاد لي قلت له ساتس فاي ما حتطل له كان كان الحاجة تيسير الحقيقة وحتى اذكر ليلة الانتخابات وكان هناك موقفا يعني يستدعي ان احنا نطبع حاجات في اللحظة الاخيرة والانتخابات الفجر خدني وفتح مكتبه بالليل قال لي ما كانت التصورية وانا صهران معك وسهرنا للفجر ليلة الانتخابات بالمعنى الحرفي نطبع كلام ونطبع حاجات والرد على الشعاعات ونعمل وكان الحاجة تيسير هو الحل عندما يعني تتأذب الأمور رحمة الله عليه حتى حياته الشخصية الرأي ده لم يتخلى عن طبيعته وتقوسه يعني كان ممارسا للرياضة حتى اللحظات الاخيرة وفاته المنية في أحد الفنادق الكبرى وهو اللي اعتاد يو يوض فيها بعد أن يخش الجيم ويطلع الحمام ويدالك ويطلع يعرفت كمان النهاردة يعني سقط وهو كان في در مصحف يعني قاعد في الجنينة طبعا ويع فجأة لا طبعا شوفه حاجة من اللي انت فعلا تتشرف انك فيهم اللي ام عرفتها تتعلم منه صادقا إلى أبعد حدود الصدق في عشقه وفي عطائه لم يطلب يوما مغنما لا شفنا عيد مجرس إدارة ولا شفنا متصدر لمشهد غير كمدعو من كبار المدعوين الذي يحترمه من نادي الآلي كان يتصدر طيب لحد حلقتين فاتوا كان في الفواصل دائم التواصل معنا ده اللي أنا بقولها للجمهور الحقيقة الحاجة تيسير الله يرحمه في كل حلقات البرنامج تقريبا متابعنا معلومة بمعلومة ما في حاجة تصار إلا في الفواصل اللي ليه بيتصد علشان يشكر علشان يمدع علشان يصحح علشان يأكد علشان يذكر علشان يفكر علشان يعدل يعني الحياة كان متابعنا لحظة بلحظة لأنه الرجل ده في حب النادي الآلي يا جماعة وفي عطاءه للآهلي وفي خلاصه للآهلي نموذج يدرس وأنا أعتقد الأهلي فقط حد مهم جدا في تاريخه هنفتقده مؤكده هفتقده مجتمع النادي الآهلي والرياضيين بشكل عام لما شوفوا نموذج محترم بيدي ما بيخدش معطاء ألف رحمة ونورة على روح الحاجة تيسير الهواري أحد حكماء النادي الآهلي وأحد كبار رموز النادي الآهلي وأحد المخلصين جدا في علاقتهم ومعطاءهم في الآهلي بنسبة الحكماء هو كان يعني يكاد يكون رئيس لجنة الحكماء بس مرة يتجمع ويجمع الناس الكبيرة وهما يعني كانوا حوالي تلاتين واحد ولا حاجة زي كده والكل يسمع وكلنا كنا نرضخ لما يتطفق عليه ألف رحمة ونور على روحه الطيبة الطاهرة غدا السلساء بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة انفيسة صلاة الجنازة وتشيع الجثمان الطيب ثم تلقي العزاء قاصر على المقابر فقط ألف رحمة ونور كل التعازي لأسرة الأهل كلها للصديق العزيز الأستاذ حازم الهواري للدكتورة صحر الهواري لكل آل الهواري ومن قبلهم بالتأكيد كل الأهلوية المخلصين في رحيل الحج تيسير الهواري بش مهندس انت كنت بدأت ليس كل البطولات يعني انت ممكن تحرز الأهداف الحقية ولكن صفارة الحكم يكون لها رأيي تاني الماتش اللي فات ده نموذج بتاع نموذج لهذا الكلام وأنا مندهش جدا من اندفاع الخبراء المصريين للأسف في دعم ما هو خطأ يعني يقرأ لك القانون صح ويستند القانون يقول لك إلغاء هدف كهرباء ياريت عندنا الصورة والنبي إلغاء هدف كهرباء لأن القانون بيقول واضح أهو واضح لما الجون يضغط بالكورة على الأرض ويسيطر عليها وتبقى بين إيده وبين الأرض يبقى سيطر عليها وممنوع انها تشاركوا فيها عشان تشوف المشهد من الزاوية العكسية لتكتشف انتوا ازاي وصفتوا دي ان الجون كان مسيطر عليها إيه اللقطة اللي استندتوا إليها أنا مش بكلم الفار دلوقتي أنا بكلم خبراءنا اللي دينا طباروا فيه الجون ده صح إلغاء الجون صح هنجيلها بالتفصيل وبالعرض ونبي أوعى تروح مننا لأنها كاشفة لأمور كثيرة يعني إن كنت حتى يعني الفار اللي عنده وقت للإستقناف يظلمك التعقيب بعد المباراة على الفار وعلى الحكم وكأنه إصرار على إنه بس عايزين يبقى لأهل ما كانش يستحقش ده فيه واحد يا أستاذ إبراهيم هنا ابن الوز صحيح يعني أبو ما كانش حكب بس كان يعني اللعب كورة برضو إنما قاعد يقول كلام قال لك لا فيه ضربة جزاء كل الباعي قال لك الجون إلغاء صحيح ضربة جزاء الجزائر الصحيح الاتحاد العاصمة صحيحة ولكن اللي قال له ضربة جزاء مؤكدة هو بقى لك كمان ومالوش ضربة جزاء كمان تجوء لا ما هو ده أنت لما تتبعه أهو قلونا فين السيطرة بقى فين السيطرة يا شباب أين السيطرة ولجبت الكورة من الحركة هتبنى أكتر بقى أهو بس أكملناها حقوم مرتبطة بالقناة المحتكرة للبطولة فين اللي كابس الكورة بإيده على الأرض هو بيسع يصل إلى الكورة وكهربا كان أسرع منه في الوصول إلى الكورة الكورة لفت من وردها وكان بيظهر عليها اللقطة المتحركة الكورة خبطت فيه ولفت من وردها على ملف كان كهربا هو حاول طبعا يوصل لها ويمدي إيده ليها لكن البعض رأى من هو أنا ممكن يكون حكم يجيب لقطة بس اللقطة دي بالذات أن حكامنا استندوا على اللقطة دي أو ربما ما استندوش عليها سندوا على كلام الفار لأن دي حتى بتقول أن لم تكن الكورة تحت السيطرة فيها تفاصيل كتيرة فتا تجيب جول صحيح وليك ضربة جزاء مؤكدة وتطلع خسرين بدربة جزاء مش هنتعرض لها نعتبرها صحيحة فين بقى الأهلي بشرط أو أن يجيب جوان عشان يكسب لا ممكن يجيب جوان وما يكسب ده كلام مهم جدا في هذه الحلقة بالإضافة إلى أمور أخرى خلينا أقول العنوين لا معلش عشان ما حدش قولك بيقول بالإضافة إلى أمور أخرى طيب هتيجي بالتأكيد الأمور الأخرى في تفاصيل جدا في هذه الحلقة وهذه أبرز العنوين مقالي ومقاله الحروب التخيلية الغربال أهلا دورينا وبعضمت لسانه الأخطاء سوبر وفي الشموع الحمراء أسطورة السلة وأسرار الملك مختار وجائزة اليونسك ومجلتنا اليوم ومن أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة لكننا عايز أقول لكم أنه مستر مارس الكولر اختار بعد التمرين الأخيرة النهاردة القايمة اللي سافر بها للإسكندرية للمميد بها استعدادا لمباراة الأهلي مع المصر البورسعيدي الساعة السبعة مساء السلساء إن شاء الله باستاذ الجيش في برج العرب في مستهل بطولة الدور الممتاز التي يدافع فيها الأهلي عن لقبه المفضل والمعتاد يمكن كل العناصر جاهزة باستثناء الموقفين كهرباء بيقضي إيقاف الست مباريات وحسين الشحاد بيقضي إيقاف المباراتين تنتهي في هذه المباراة ومحمود متولي وعمر السلية وكريم فؤاد بيغيبوا للإصابة وفيما عدا ذلك الاختراض كلية فنية حسب ما يرى مستر مارسل كولر اللي الحقيقة خد عدد من اللعيبة الجاهزين للإسكندرية الأهلي جاهز وفيه تركيز شديد وهنأتي على كثير من التفاصيل فيما يخص استعداد الأهلي لبطولة الدوري لكن من الدوء من القدم للسلة وصلت إلى سنغافورة بعثة فريق الأهلي لكرة السلة للرجال للمشاركة في بطولة كأس العالم بطولة اللي بيشارك فيها النادي الأهلي البعثة برئاسة الدكتور محمد شاوي عضو مجلس الإدارة واستقبل البعثة السيد محمد مأمون القائم بأعمال السفير المصري في سنغافورة وتم طبعا وصول البعثة بكامل أفرادها الرحلة استغرقت حوالي 14 ساعة غدرت القائرة في الساعة الثانية صباحا إلى مطار حمد في الدوحة وانتظرت ثلاث ساعات ترانزيد ثم استقلت الطائرة متجهة إلى سنغافورة عبر رحلة استغرقت 8 ساعات أخرى ليكون الأهلي جاهزا ابتداء من الغد لتدريباته وأولى مبارياته مع الفريق الأمريكي يوم 21 هذا الشهر إن شاء الله وفي اليوم الثاني 22 هيلعب مع بطل البرازيل ودي المجموعة السلسية البطولة بيشارك فيها ست أندية كل مجموعة الثلاث أندية الأهلي معاه الفريق الأمريكي والفريق البرازيلي أول المجموعة وأول المجموعة هيلعبوا في الفاينال مباشرة والتواني هيلعبوا على المركز الثالث وهكذا ترتيب بقية المراكز أقوى في الرئتين ها يعني أمريكا والبرازيل أزعم أنهم أقوى في الرئتين إلا شوف أمريكا دي لو جابت أي مجموعة من الجامعات بيبقوا فريق قوي جدا ما هو قليل البختي يلعب الأمريكان في الباسكت والبرازيل ها ده فرقة مرعبة البرازيل في الكرة الطايرة وفي الباسكتبول فريق قوي جدا 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 إنما قدرك تنزل في المجموعة دي عشان تحتك على أعلى مستوى وتجرب تقيس نفسك في المستويات دي طيب ده من الباسكت إلى الفولي النادي الأهل بيعلن عن التعاقد مع تاتيانا بوكان لعبة الكرة الطايرة لتدعيم الفريق البنات للاستعداد للموسم الجديد وأكد الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي أن اللاعبة هي من ممتنجره وقعت على عقود الانتقال لصفوف النادي وانضمت مباشرة للتدريبات وقال إنه تاتيانا بتمثل إضافة كبيرة للفريق وإنه أيضا عندها إمكانات وخبرات كبيرة في ظل تجاربها السابقة مع عدد من الأندير اللي احترفت فيها دعنا ننتظر أنا طبعا مش متابعين هي من تنجره بس هي يعني مؤكد إن إبراهيم فخر الدين لن يقبل بخبرات السنين إلا حد ممكن يعمله أضافة السنة دي بيمرن فريق هو صارم في معاييره شوية يعني ده اللي بيطمين شوية لكن أنا الحد لذوقتي ما شفتش يعني محترفة مثلا بحجم تهاني تصن عشان أقولك أو حتى آية شامي يعني عندنا كل المحترفات اللي قولنا ما فرقوش كتير عن أبرز عن أبرز من كانوا عندنا أبرز لعباتنا المصريات ده كلام مهم جدا في الثلاث ألعاب الجماعية اللي الأهل بينافس فيهم على كل الألقاب السنادي لكن تبقى ضربة البداية مقالي ومقاله الحروب التخيلية الحقيقة الظاهرة يا جماعة محيرة شوية ويمكن بفعل برضو نشاط السوشيال ميديا وحماس الجمهور في الغيرة على الأهل يعني شق كبير جدا من المسألة حسن النية وشق آخر مش قليل سيء النية ما هو سيء النية أحيانا يقود حسن النية في اتجاه فتبصت تلاقي غير الأهلوية اللي عندهم سوء نية ضد النادي فجأة يبدأ يرمي حاجة حسن النية يلتقطوها ويتفاعلوا معاها بطيب نية كأنها واقعة كأنها واقعة طبعا مش هتتحقق لأنها هي في الأول وفي الآخر تخيلية لكن بعد شوية تبدأ تتحط في الرف بتاع النادي الأهل السلبي والنادي الأهل ما بياخدش موقف والنادي الأهل بيهدر حقوقه وإنه مجلس الإدارة ضعيف والإمتى هيفضلوا سكتين على كده وتسمع كلام تم تأويله وتم تفسيره وتم الاستنتاج منه إلى حقائق ووقاع وصدرت منه أحكام مش قلنا لكم إنه الأهل بقى ضعيف مش قلنا لكم إن الأهل بيفرط في حقه إزاي تقبله مثلا على سبيل المثال إزاي تقبله إنه جايزة دور السوبر الأفريقي تبقى سبعة وتنزل لاتنين لما لقوا الأهل هينفس عليها والأهل لازم ينسحب وتبصوا تلاقوا نبرة اتسعت إنه البطولة ضرة جدا بالأهل الجدوى المضغوط جدا لازم الأهل ينسحب والأهل لازم ياخد موقف ويقول للاتحاد الأفريقي ما ينفعش كده لأنه اتضحك علينا وبعد ما قالوا لنا سبعة نزلت لتنين ونص وكلام بقول لكم يفضل يتراكم لغاية لما ينطلقوا منه إلى الحكم اللي هم عايزينه إن الأهل بقى ضعيف والأهل بقى مهدر ومجلس الإدارة ضعيف شوف هو ده مكمن الخطورة أن تأخذ هذا الأمر حتى لو حقيقي ايه إزاي تحوله إلى وسيل الضغط وتهكم منطقات لإقدارتك هو النادي الأعلي مش متضمن ثمن فرق هو النادي الأعلي هو اللي حيتصدى للدفاع عن تراجع الاتحاد الإفريقي لو هذا حقيقي حتى عن جوائزه ما فيه ثمن فرق تانية كلهم ما حاجة ياخد دكتر منك كلهم دخلين ينفسوا على اللقاء فكرة كمان إنك بتفوز بالألقاء قبل ما تلعب دي بتصدر نوع فظيء من الضغط ده اللي حصل في السوبر طب أنا عادت أقولي إيه أنا هجيلها دي أنا هجيلها إنت بتلعب بتبدو لغاية جهدك بتأخذ بالأسباب وبعدين بتنزل توفق أو لا توفق فيه عناصر كتير للتوفيق من منها التوفيق نفسه توفيق المنافس توفيق الحكم اليوم ده لعبتك في أحسن حالتها ولا لا إنت وحتى دي لا ينبغي إن إحنا على طول نحط فرقتنا تحت ضغط نتمنى وثقافتنا إن إحنا ما بنخشش بطوله غير ما بنكسبها لكن هذا ليس بالضرور إذا لم يتعقق يعني فشل طيب يعني 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 إن إنت فريق أنت المرشح الأول كونك المرشح الأول ده القيمة كونك تحرز البطولات ده نتيجة هذه القيمة ونتيجة العمل المخلص والنتيجة المنطقية التي يسعى إليها الآهل إذا كانت هناك معوقات أو أسباب تبحث بشكل موضوعي لا يمثل انتقاص من قدرة الأهل ولا قيمته ولا هبته لأن ده حيؤدي في النهاية إلى إيه إن على طول أنت بتلعب تحت ضغط مش موجود زيه أيوة يعني مفيش على مستوى العالم لو قلت أنت لجراديولا أحسن مدير في العالم تعهد بالفوز بكل البطولات يقدر يكتب لك هذا التعهد أنت عارف على ذكر جورديولا يعني إحنا بنلعب بنشتكي من الوضع المضغوط وإنه لازم أن الدور الأفريقي ده ما ينفعش يلعبونا ست مباريات في عشرين يوم في عشر يوم وإنك ما عنديش حل إلا بالروتيش أنا مكتوب علي أنه ما بين الدور الإنجليزي ما بين دور الأبطال ما بين كسر ربطة المحترفين ألعب أربع مرشات في عشر يوم شوفوا سيد إبراهيم كرة القدم من الهواية إلى الاحتراف ومن الاحتراف إلى أنها صناعة التسويق صناعة لا صناعة الصناعة دلوقتي تحولت إلى تجارة أيوة على قمة الصناعة لما بيت جودة المنتج وإن تستطيع التحقق منه الأرباح تحول وهنا بقى بدأ الدنيا تاخد منح غير آدمي في استغلال الأفراد الأفراد البشر البشر والأندية الأندية تحت رغط مرعب للحفاظ على تاريخها بذات الأندية المجيدة اللي بتنافس الأندية اللي تعود جماهيرها على الفوز في كل أنحاء العالم وقع في هذا المأزق والتجارة دائما أستاذ إبراهيم بتشاور على حاجات خطيرة في الكواليس من ضمنها حاجتين من أخطر ما يمكن بيسيروا هذا النشاط من غير ما حد يحس إيه هما؟ المال الرهان المراهنات وغسيل الأموال لأنك أنت عشان أصبح رياضة مش كرة القدم لأن دا فيه لعيبة بسكت اللعيب بيعد بيأغلى من ميسي وأغلى من أغلى لعيب كرة السلة في أمريكا فيها لعيبة بأرقام مش هتتخيل أرقام والراجب والأمريكا والفوتبول والحاجات دي هذا هذا الأمر العالم كله فطن إليه فعشان يحاول يسيطر على الظاهرة عمل حاجة اسمها اللعب المالي النظيف الشفاف السلامة المالية هذا الأمر الذي يحكم العالم لم يصل إلى مصر مش لم يصل إلى مصر بالمعنى اللائحي لم يصل إلى مصر الثقافي أنت هاي الثقافي برشلونة من ستمية قالوله سقفك في الإنفاق على فريق كرة القدم إمكانياتك بتقول المستندات اللي انت قدمتها ستمية كات السنة اللي فاتت ستمية وحاجة الستمية حاجة ديقول ما سمحولوش أنه يتعاقد ويحافظ على ميسي فبدأ يجيب لفل في اللعيبة عارف السقف في السنة دي كام؟ حوالي تلتمية وحاجة النصف فتخيل أنه مضطر مش بس ما يتعاقدش أنه قد يضطر يفرط في بعض لعبته لأنه اللعب المال النظيف بيفرض عليه ألا يضع التزامات على نفسه أكثر مما تتيح له إمكانات اللعب المال النظيف الحقيقية اللي لها مصادر واضحة مصادر واضحة يعني ايه؟ ما تعتمدش على التبرعات التبرعات دي آه بأثبتها وكل حاجة لكن واضحة لما جاتش التبرعات دي هتعمل ايه؟ إلا إذا كان المتبرع يرى أنه ده دعم يدخله في صلب الميزانية طيب أنا ليه بقولك يا جماعة التخيلية لأنه بعيدا عن الاجتهادات الإعلامية والاجتهادات كلها لأصحابها كل الحق لكنه أنا بتكلم على الفاكتس على الحقائق لأنه لما تظهر الحياة تلاقي الأمر مختلف خالص تلاقي أن الاتحاد أو اللجنة المنظمة لأنه تقريبا البطولة دي الاتحاد الأفريقي ما عندوش إشراف مباشر عليها إلا من بعض اللجان زي لجنة الحكام لجنة المنشطات لجنة الانضباط اللجان اللي خاصة بالإدارة النواحة القانونية الإدارة التسويقية والتنظيمية والطبية وكل بقية اللجانة المختصة هي من قبل للفيفا مع الشركة الإيطالية عشان كده أسسوا حاجة اسمها الـ AFL الـ African Football League دي اللجنة المنظمة للبطولة اللي النهاردة تحديدا بعد الظهر عملت اجتماع بالزوم مع وفد النادي الأهلي ترقاسه المهندس خالد مرتاجي أمين الصندوق وكل الأعضاء المسؤولين على اللجانة المختصة في النادي المتداخلين في العملية الكروية ومشاركة الأهلي في الدور الأفريقي الجديد لما تشوفوا النتائج اللي تم الاستقرار عليها هتلاقوا كل الرغي اللي كان الفترة اللي فاتت بعيدة عن الواقع عشان كده بقول لكم هي مسائل تخيلية كان مطلوب من الأهلي ياخد موقف إن الجائزة تخفضت من سبعة إلى اتنين طب هي تخفضت إلى اتنين بجد طب اتضحك فعلا على الأندية ومش على الأهلي ومش مقصود بها الأهلي إنما الأندية التمانية فتكتشفوا إنه النهاردة لللجنة المنظمة للدور الأفريقي بتختر الناد الأهلي في ختام الاجتماع إنه كل فريق مشارك في الدور الأفريقي من الفرق الأربعة كل فريق هياخد تسعمائة ألف دولار نظير المشاركة فقط الفرق المتأهلة للدور قبل النهائي كل فريق هياخد مليون وسبعمائة ألف دولار أخرى يحصل الفريق صاحب المركز التاني الوصيف على 2 مليون و800 ألف دولار البطل هياخد 4 مليون دولار يعني ما هياش 2 ولا 2 ونص يبقى 5900 آه في الآخر لو أنت البطل هيخشي لك 5900 إيه اللي حصل في الاجتماع كمان المهندس خالد مرتاجي ترأس الاجتماع في مقدمة الموعيد المباريات اللي هتقام ليه الآلة هي لعبة العصر وبرضه علشان ما نرجعش لنفس النظريات التأمر وأنه أكبرون على أن نحن نلعب العصر وأنه علشان مش عارف إيه لا المهندس خالد مرتاجي اهتم أن يطلع النادي بيان رسمي يفسر فيه سبب اللعب عصرا لمباريات الآلف البطولة فقال أنه ما تم الاتفاق عليه حرص مرتاجي خلال الاجتماع على مناقشة العديد من النقاط الخاصة بالأمور التنظيمية وفي مقدماتها مواعيد المباريات التي يقام كثير منها عصر وكذلك ازدحام الأجندة الدولية والمحلية بعدة ارتباطات قبل مباراة الزهاب الأولى أمام سنبا التنزاني وكذلك مباراة الدور الثاني البطولة وتفاهم مسؤوله اللجنة مسؤوله الأهلي تفاهمه كثيرا من النقاط التي تحفظ عليها رئيس وفد الأهلي في البداية يعني لما طرح متحفظ على عدد من النقاط ثم تفاهم وجهة النظر وأهمها في أسباب إقامة المباراة عصر وقال إن اللجنة أرجعت ده إلى بعض الحقوق التسوقية وكذلك حقوق البس للقنوات النقلة للبطولة استعراضت اللجنة كمان كافة اللوائح التنظيمية الدور المنوط بها في التنسيق بين الاتحاد الأفريقي والاتحادات المحلية حول عدة أمور بينها التأكيد على مشاركة جميع اللعبين مع فرقين في البطولة يعني مين من حقه يلعب؟ الأهل يلعب البطولة دي باللعيبة المقيدة في دور أبطال أفريقيا ولا لا؟ طب ممكن يكون فيه فريق يشارك في الدور الأفريقي ومش مشارك في دور الأبطال فاللجنة استقرت على أنه الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع الاتحادات المحلية هيعتمد القائمة بتاعة اللعيبة اللي النادي يقدمها يعني يسجل اللعيبة من جديد براحته يأخذ عدد كتير براحته في النهاية عنده موعد 10 أكتوبر آخر موعد للقيد تبقى لما يسمح به اتحاده يعني لو اتحادك بيسمح لك بسبعة المحترفين تقدر تجيب سبعة محترفين طيب فضلا عن التنسيق للحضور الجماهيري في الاستادات المحدد إقامة المباراة عليها بالسعة الكاملة ممكن بس نقطة نقطة عشان ننقشها ونخلص منها نقطة اللعبة عصرا هي قصرة على الأهلي عشان نقولش معنى الأهلي؟ لا إذن هي قالك معظم المباراة هتلعب في التوقيت ده لظروف تسوقين عشان ما تتعارضش مثلا مع ماتشات تسحب منها الضوء فالراعي عايز يلعب في وقت يكون كل الأنظار متاجي إلى هذه المباراة إذن ليس الأمر خاصا بالأهلي عشان الأهلي يقولش معنانة اي لو خاصا بالأهلي لازم يقولش معنانة لكن لو خاصة بشكل عام نقدر نتفاهم وإلا الجواز هتيجي من ايه؟ صحيح ما أنا قلت لك الأمر التجاري بيحكم في الآخر الرعاة هي اللي هتدفع وعلى فكرة أنت ما جاركش حاجة بتقول من الأول يوم رسميا الجايزة سبعة هم عايزين يعملوا إن شاء الله يا ربي كانت في طموحهم كده كانت في طموحهم جابوا رعاة لحد وإن الجايزة بتاعة المركز الأول تصل وبعدين عملوا حاجة كويسة جدا إنك بتعقد على كل مرحلة فلوس يعني مش مستني إنك الأول والتاني ويدي لك مساء تسعمل كل دور بتعديه له فلوس يعني إنت أول ماتش تسعملت ألف تاني ماتش مليون وكام وسبعمائة وسبعمائة يعني لو وصلت لتاني ماتش أنت بتكسب اتنين مليون وستمية اي اتنين مليون ستمية طيب لو أنت في المركز التاني هتاخد اتنين مليون هو ده مليون وسبعمائة اه لا اتنين مليون وثمانمائة اتنين وثمانمائة قولها لي مرحلة مرحلة تسعمائة حاجة ماتش ثم مليون وسبعمية يبقى 2 مليون 600 ثم 2 مليون و800 غيرهم هذه خمسة ومليون ونص هذه خمسة مليون ونص والفائز 4 مليون دولار لا ما انت في حاجة انت في الاول كل نادم الاندية التمانية هياخد 900 الف دولار الاندية اللي هتتأهل للدور قبل النهائي هتاخد مليون وسبعمية الف دولار مش بالاضافة بقى يبقى مليون وسبعمية اللي هيكمل هياخد الوصيف يعني هيلعب الفاينل لو خد البطولة هياخد 4 مليون لا فيما الحالة في النص لو كسبت الماتش تاني تاخد 2 مليون وسبعمية الف دولار قبل النهائي بعد كده فيه 2 هيروحوا نهائي اللي هيروحوا النهائي واحد هياخد 4 مليون دولار بلس 900 اللي خدهم في الاول واحد هياخد 2 مليون و800 بلس 900 اللي خدهم في الاول اه يعني كل مرحلة بيتجب مع عدد 900 ايوا تجب مع عدد لان تسعمية في الناس ستاخدها وتروح اذا التسعمية مرشحة لو كسبت ماتش يبقى مليون وسبعمية ايوا لو كسبت التاني مرشحة تبقى اتنين تمنمية اتنين تمنمية اتنين تمنمية مرشحة تبقى اربعة تبقى اربعة ايوا تسعمية بالزبط اه اذا يا جماعة ما يتعلق اول حاجة بجواز البطولة هي وضحت وظهرت مشاركة الاهل في البطولة في حد ذاتها الاهلي اول التمانية الكبار وده بطولة تمهيدا ان السنة الجاية يتعمل الدور الافريقي من اربعة وعشرين نادي ما فيش حاجة ضد الاهلي وعلى فكرة ده الصورة الزهنية اللي احنا محتاجين في بداية موسم جديد نحرر نفسنا منها شوية لانه انا قلتلك في البعض بيقود الجماهير لصورة سلبية جدا ضد النادي وده حاجة غريبة كيف ويحطك باستمرار تحت ضغط ان انت المفرط وان انت المتخلي وانت المتنازل وانت وبقيته ضعاف وكل الكلام اللي انتو بتسمعون نتيجة ايه صورة ذهنية خاطئة برضو استاذ ابراهيم عايق اصحح الضعف والقوة اه انا ضعيف ليه ما انا بروح وبراخش وبطلق قردود ايه ومن حق بقى اخد خراري يلعب وملعبش ليه الناس متصورة ان النادي الاهلي يقدر شقل بالدنيا اه انت لما تيجي تقول عالصوبر المحلي ممكن يكون الالي مؤسر جدا فيه لكن لو روحت الاتحاد الدولي تهدد بعدم اللعب ما هواش دال انك هتضغط على الاتحاد الدولي بعدم اللعب وبعدين يا جماعة يعني ايه قوتك انت على الاتحاد الدولي اه في امر لا انا ممكن اهدد في حالة واحدة لو انا هتعامل بشكل شخصي فردي بنظام مهدر حقك بيهدر حقك دون باقي الفرق اه طبعا هنا احتاج اخد موقف جدا وصعد لكن فكرة ان الاهلي لازم يتحطي تحت ضغط استعراض القوة هذا مايفيدش الاهلي يا جماعة يا محب النادي الاهلي لا يجب تصدير صورة زينية الى العالم ان يبعد على الاهلي ده ترابل ميكر ماينفعش ماينفعش يا جماعة لمحدث ازمات لا مش لمجرد الازمة الازمة عندما تستحق الوقف نقف لكن لما يكون نظام عام يا يجبني يا ما يجبنيش عجبني ودخلت لاني انا حقق منه مكاسب لكن كمان نغمت الضعف لا مالوش علاقة هنا بالضعف والقوة انت محدش سرق منك انت حط نظام يا ينسبك زي انت ما جات لك البطولة العربية لا مش حقدر شارك فيه بس اه مهما كانت جوازها ما فيهاش هنا ضعف والقوة انت عايس تشارك هتشارك على نظام البطولة العربية مش عايس تشارك خدت قرار ثابت ان انت استفدت منه ما ارهقاش قدرت تحافظ على فرقتك ده قرارك انما ما فيهاش قوة وضعف الضعف ان تفرد في حقك حقك اللي بتنص عليه لو واحد تخصك وتخص مسابقتك الرسمية فيه مسابقات اخرى بيتشتركها متشتركش لكن النادي الايلي لما يقيم انه على رأس هذه المسابقة هذا تقدير لا يضهيه اي تقدير كيف يضحي به النادي الايلي وتصنيف انت وصلت له بعرقك وجهدك ازاي انا اوصل للناس انه لا ما ينفعش انك تعمل معاك ما عمدش معاك حاجة وحط نظام وبعدين اعتقد ان احنا في النهاية مش عايزين نبلع طوع محد يصدرهن سواء بافتراء كما حدث في هذا القام او حتى بصدق الراجل في النحية الفنية هيسوي بقى هي المشاركة دي تسوى ولا ما تسوى صاحب القرار صاحب القرار دي جزئية خاصة بي دوري ابطال افريقيا حتى في السوبر واحنا كويس ان احنا بنقول الكلام ده قبل بداية الدوري لانه اعلن جدول الدوري وقلتلكم انه علينا نتقبل ان الموسم الجديد صعب جدا انت بتشارك في 3 ا4 بطولات زيادة عن غيرك انت بتلعب الدوري الافريقي اللي انا بقولك عليه ده وخلاله مش هتلعب اي مرشات في الدوري ثم هتلعب في الكاس العالم للاندية في ديسمبر وخلالها مش هتلعب مرشات دوري وحتلعب السوبر المصري الرباعي اللي هتعمل في أبو ظبي وخلاله وخلاله ما عندكش دول اذا بالطبيعي عندك مؤجلات الاربع بطولات دول طبعا زي السوبر الافريقي اللي انت لعبته من الطبيعي جدا هيبه عندك عدد اكبر من المباريات عن غيرك ومن الطبيعي جدا انه هيكون بسبب ده عندك ارهاق الاجندة الدولية او خلينا اقول لكم على السوبر الافريقي بالمناسبة لما اعلن جدول الدوري برضو من الحاجات اللي الناس طلبت النادي الاهل انه ياخد موقف الحق ده جدول الدوري اعلن وتم تأجيل مباريات الاسبوع العاشر عشان يرحلوا مباراة الاهل والزمالك تحديدا ليه شهر فبراير عشان الزمالك يكون تمكن يجيب صفقاته والاهل يساكت وما بياخدش موقف وازاي تأجلت وليه تأجلت فتيجي تلاقي مثلا الاربع مباريات اللي تأجلوا من الاسبوع العاشر من ضمنهم فعلا الاهل والزمالك لكن خدوا بالكوا حاجة هم اربع مباريات تأجلوا لسبب منطقي وبسيط جدا انه في الفترة دي هتعب الكاس السوبر المصري اللي باربع عنديه في ابو ظبي فازاي هيلعبك في ابو ظبي وانت هتلعب دوري هنا فرحل الاربع مباريات بتاعت الاسبوع العاشر مش بس الاهل الاهل هيلعب مع الزمالك والمقاولين هيلعب البرامز هيلعب مع المقاولين الاربع عنديه اللي في السوبر المصري فيهم تلاتة مؤكدين الاهل مؤكد مشاركته والزمالك مؤكد غيابه الاهل بطل الدوري والزمالك معاقب يبقى لقاء القمة هيتأجل عشان الاهل بيرامز مؤكد مشاركته في السوبر لانه تاني الدوري فبالتالي تأجلت مباراته مع المقاولين سيراميكا مؤكد مشاركته في السوبر عشان بطل كاس الرابطة فاتأجلت مباراته مع المصري يعني مش الاهلي يعني الاربع عنديه وبعدين ايه فيوتشار عنده مشاركة محتملة محتملة بمعنى ايه هو رابع الدوري لو انبي كمل في الكاس للفاينال لو عدى الاهلي وكمل للفاينال بقت عنده فرصة يشارك انبي اللي حيلعب انبي اللي حيلعب طب انبي مشارك خرج من قدام الاهلي يبقى فيوتشار رابع الدورة هيدخل وعشان كده تأجلت مبارات فيوتشار والاسماعيلي من الأسبوع العاشر يعني التأجيل يا جماعة تم مستنين نتيجة انبي يعني فيوتشار مستنين نتيجة انبي والاهلي انبي يخرج من الكاس اذا خرج حيلعب اذا ما خرجش هيؤجل هاي الامور ببساطة ولما تتحلل لا تجامل الاهلي ولا تجامل الزمالك ولا تجامل بيراميد ولا تجامل سيراميكا ولا تجامل الفريق الرابع اذا كان انبي او فيوتشار تحطل الاهلي مع امبي اربعة اكتوبر الاهلي مع امبي في كاس مصر سيم فاينا وما تحطش ماتش الزمالك و بيراميدز فكان الكلام ليه الاهلي قبل انه يلعب مع امبي و الزمالك ما بيلعبش مع بيراميدز لانه الزمالك ما عندوش الماتشات الزعمة بتاعت الاهلي الاهلي عندو عدد ماتشات زحمة فما بتلاقي له مكان بتحط له المباراة دي والأمر ما يخصش الأهلي الأمر يخص أمبي ليه؟ هو لازم يحط أمبي علشان يحسن مصير أمبي من الكاس أمبي لو خرج من الكاس قدام الأهلي أصبح مفيش داعي ولا عندك ضغط إنك تلعب فينال الكاس قبل الصوبر قبل الصوبر هتأجل النهائي لأي وقت لأنه ما عندكش مشكلة الزمالك مؤكد خروجه من الصوبر أو غيابه وبرامز مؤكد مشاركته فمباراة لتنين مع بعض في سنين فينال الكاس تترحل لأي وقت الفائز منهم يلعب الأهل إن شاء الله في الفينال في أي وقت تلعبوا براحتك لكن الصوبر ما يتأثرش عليه إلا بحاجة واحدة موقف أمبي هذه هي التفسيرات الموضوعية ولكن أن تقبلها أو ترفضها إحنا بس دورنا نحط لكم الحقائق عشان يتبني أراء حضراتكم على حقائق وفي كل الأحوال ما تنتهي إليه أنت من أراء وما نقوله نحن لا يشجل ضغط عليك ولا على الإدارة ولا حضرتك تقول رأيك زي ما أنت عايز دون أن تضغط على الإدارة وتتهمها إنه مفرطة لأن ده إحنا كده من نتبرع نضعف موقف الأهل بلا مبرع وهذا لا يستفيد منه إلا المنافسيين بالضبط المنافسين حيستفيدوا من كلام ولذلك هي في البداية صناعة مين اللي إحنا بنستدرك فيها المستفيد اللي مش ممكن تبقى حضرتك كمشجع متحب الأهلي ولا النادي الأهلي شوف اللي بيحرك الأمور بتسعة وتسعين في المئة بالكدب وواحد في المئة بيستغل موقف حقيقي انت إحنا بقى يجب ألا نستدرك فازلة لكن مش معنى كده إنك ما تقولش رأيك قول رأيك كنت أفضل أرى أنصح ماشي لكن إن الإدارة ضعيفة الإدارة قوية هذا تقييم يظلم يظلم الوضع الحالي لنجاحات النادي الآن صحية ويؤدي إلى إيه ويعادل صورة سلبية إذا كان دي إدارة ضعيفة من أين نأتي بإدارات قوية صحيح دي نقطة النقطة الثانية أو نقطة الثالثة خاصة بالأجندة الدولية الأجندة الدولية يا جماعة دي فترات التوقف الدولية للأنشطة المحلية على مستوى العالم وبيقرها للتحاد الدولي قبل بداية السنة من ضمنها الأجندة الخاصة بأكتوبر إنه فيه فترة التوقف في أكتوبر من 11 لتسعتاشر طيب أو لسبعتاشر سبعتاشر أكتوبر الأجندة الدولية تنتهي تنتهي تمنتيام أو تسعة تقريباً من 9 لسبعتاشر من 9 لسبعتاشر أكتوبر هنا الآلي حيلعب مع سنبا التنزاني يوم عشرين الآلي عنده واحد زي علي معلول حيكون مسافر مع تونس في اليابان وعنده أليو ديانج حيبقى مسافر مع مالي عنده ماتش برضو وطبعاً بيرستاو هيروح جنوب أفريقي الآلي هيلعب مع سنبا يوم عشرين لما تحط ماتش عشرين ما كانش الهدف توريط الأهلي لأنه دي بداية دوري السوبر الأفريقي إنما إحنا نقدر نتعامل مع ده الزي ودي بقى للاتحاد المصري أنتو اللي بتورطه في توريا وانتو اللي بتورطه الأهلي ليه؟ أنا مش فيدي أقول لتونس ما تاخدش علي معلول ومش فيدي أقول له ما تلعبوش في اليابان ولا أقدر أمنع جنوب أفريقيا تاخد بيرستاو أو مالي تستقدم أليو ديانج لكن اللي فيدي بالنسبة للاتحاد المصري لأنه في توريا هياخد من النادي الأهلي العدد اللي هو عايزه وده شرف للعيمة الأهلي مش من من الأهلي اللي فيدي للاتحاد المصري إن أنت خلال هذه الفترة في الأجندة هتلعب ماتش أو ماتشين بيسعد الوقت أنه يتفق مع الاتحاد الكويتي أو مع إحدى الشركات إنه يلعب مباراة أو مباراتين خلال الأجندة الدولية بتاعة أكتوبر مفيش داعي أبدا تزنقها على الأهلي أول وتلعب يوم 17 وإنت عندك فرصة تلعب من يوم 9 إلى يوم 17 يجرى إيه لو لعبت يوم 15 أو يوم 14 وخلصت ولعبة رجعت للنادي وسافرت مع الفريق لتنزانيا بدون ما يتأثر لا جدوى للمنتخب ولا ارتباطات النادي لمصلحة مين هتحطه على المحل في اليوم الأخير أستاذ إبراهيم تخلص يوم 17 ما هو ما يقدرش يلعب يوم 17 هو حيلعب 15 غالبا 15 أو 16 مع الجزائر لا ولي كده بدارها بقى يوم إيه أه أنت بتقول ما يلعب 15 لا إحنا مش يعني إلعب 13 ليه ليه على رأيك أروح أضغط على النادي الأهلي هنا بقى ما بنقول لكش ما تاخدش اللعيبة بس بنقول لك نسك نسك واختار معادي مناسب ها يعني الآله عشان يلعب في تنزانيا يوم 20 أكيد هيسافر يوم 17 طب أنت ليه هتخليه اللعيبة معاك لآخر لحظة ما عندك هو براح من يوم 9 اليوم إلعب 15 إلعب 14 إيه اللي يخليك تستنى اليوم 16 هيلعب الجزائر تقريبا في الكويت أو هيلعبها معرفش فين بتسيبوا شركات التسويق تفرض عليكم كلامها وبتردخوا وتوافقوا لأسباب مش دا ما كانها بتردخوا لأراء الشركات المسوقة أرجع أولك إيه طب ارضخ لمصلحة الآلي والمصلحة العامة أرجع أولك إيه عندما يقود الهدف التجاري الهدف الفني فيه خطورة حتى على الهدف التجاري أي لأن بعد شوية هيحصل انهيار انهيار في المستوى انهيار في الصناعة نفسها وفي الآخر الراعي حيريح يدور على حاجة تانية لأن التجارة مشكلتها أو مزيتها نعم مارنة يعني الصناعة أنت مرتبط بمصنع وآليات وتسويق وعمالة لو حصل حاجة في الخمات حصل حاجة في الطاقة حصل أنت بتلبس في الحيط التجارة تعمل ايه يتاخد من مصنع ده يتغير نشاطها بدأ ما تاخد المنتج ده تاخد منتج تاني الرعاة يروح مغيرين على حد تاني وان ماش خسرين حاجة يبقى أنا وانا بجيب الراعي لازم جيب الراعي الشريك الحقيقي اللي عايزني وين وين سيتيواشن أكسب وتكسب وحافظ عليك عشان تحافظ علي وتديني مزيد من الحقوق إذا كانش الناس تفطن إلى هذا النقاط مبكر حتلاقينا في الآخر بنوصل لنقطة اللي ما فيهاش إنقاذ لشيء طيب شوفوا بقى لما يعني الخسارة الآهلي لمباراة السوبر تقود البعض لتفسيرات غريبة وعجيبة تتعلق بأداء العمرة يعني مبارح طلع في الإزاعة للزميل محمد الليسي وقال إنه معسكر الآهلي ما كانش فيه زبط ولا ربط ليه قالك أعضاء مجلس الإدارة سابوا البيعسة وراحوا يعملوا عمرة سابوا البيعسة طيب هم أفروض يكونوا في البيعسة لقطة اللي قدامكم ديك المهندس خالد مرتاجي والأستاذ محمد الضماط والأستاذ محمد الجرح والأستاذ طاري أنديل والدكتور محمد سراح لا 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 دكتا بصوا يا جماعة دول راحوا من القاهرة على مكة عملوا عمرة أولا مسافرين لوحدهم مش مع طيارة البيعسة وبعدها بيومين كمان مشجعيه هو مش راح فيني شجعه الفرقة هو مش راح مسؤول ولا فيه قرار ولا ده ولا راح الفندق ولا سخلة طلعوا من هنا على جدة راحوا مكة عملوا العمرة خدوا الصور التسكرية اللي انتوا شايفينها وبعدها راحوا الطائف للمعسكر باتوا مع البيعسة واتفرجوا على الماتش ورجعوا تاني يوم ايه علاقة الانضباط في البيعسة انه اعضاء مجلس الادارة عملوا عمرة بصوا الامر وصل لغاية فين بعد المباراة بقى البعسة كلها برئاسة الوزير العمري فاروق راحوا عملوا عمرة دي بعد المباراة وقبل العودة للقاهرة يعني التاني يوم للمباراة حسب مكان مقرر راحوا عملوا عمرة انا عجزة عن سؤال بقى عمل عمرة الكابتن محسن صالح الأستاذ العمري فاروق الكابتن مصطفى عبدو زي ما انتم شايفينه قاد الوزير العمري فاروق دي بعد المباراة والكابتن محسن صالح والكابتن مصطفى عبدو يعني كل دول يا جماعة عملوا العمرة بعد المباراة تاني يوم للمباراة ايه علاقة الانضباط لا انا عايزة اسأل سؤال هاتلي واحد في مصر مسلم ومؤمن عنده فرصة يعمل عمرة بعد انتهاء ارتباطه التارجد بتاعه هو خلاص دوره انتهى الفرق يعني بعد عن الفرق انتهى وعمل عمرة مين يعنده وزير فرصة حقيقة ده حتى انتهى بقى غريبة المعملوش للعمرة بقى انته جنب مكة الطاب دي جنب مكة والعامر اللىو طلع من الفندو وراه عمل عمرة من الطائب في مكة ايه اللى فيها من عدم انضباط هو كولر اللى طلع عمل عمرة ساب الفرق ورجع لها هو فيه ايه جماعة مش مش عايزين نبقى اوفر بندور على غلطة زال يقول لك خناقة ومش عارف ايه وحصل وما حصلش داوشة 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 في كل وانا ده بقى بقول ايه يا سيد اوراهيم فيه حاجة جاية لا الجزئة اللى انت والتهم لانه طلع كابتن محمد فاروق وده راجل لعب النادي الاهل السابق وكان في قناة الاهلي دا بقى ما قالش العمرة ولا قال الحج قالك الاهلي فرض عقوبة على امام عشور او الشناوي بيزعق لامام عشور بعد المباراة وبيلوم وامام رد عليه والدور على الكلام مالوش اي اساس من الصح تقوم تلاقيه برضو من ضمن الفابركات يروحوا رامين حاجة انه شوبير قال في الراديو انه الاهلي غرم امام عشور مئة الف جنيه بسبب رده على الشناوي دا شوبير رد النهاردة راح شوبير كاتب تويتر شوبير بيسأل شوبير انت عملت كده ليه دعمت شوبير على تويتر او على ايكس دلوقتي قالك بيقولك ان شوبير قال في برنامج الازاعي ان خالد بيبو خصم لعشور مئة الف جنيه يا راجل تصدق انا سألت شوبير نفسه قال لي امتى وفين عشان ألحق اسمع يلا اهو كله هبد والسلام زي حكاية الشناوي وامام هنا بقى الخطورة بقى لما اقولك هناك من المش هنتسمي المنافسين الخصوم كاريه الاهلي اللي حطين خطة ينوقف مش عارف مين ينوقع الاهلي وبينفزوها بنجاح كامل لان المشهد الاعلامي اصبح يسمح بهذا وانا بقولك يا استاذ ابراهيم يعني اختلاق خبر زي ده لضرب امام لا كل يوم كل يوم حيسمع كلام من ده واحذروا مثل هذه الاخبار واحذروا المصادر وتابعوها هتجدوها متكررة وحتجدوها مش مهندس انا شفت تقريرين لقراء الجماهير على قناة صادة البلد عنوان جماهير الاهلي تهاجم امام عشور جماهير الاهلي تنتقد امام عشور فصادة البلد اه جماهير الاهلي بتقولك مع حقوت ولا مع مين ده تقرير معمول اه مع الجمهور في الشارع تبص تلاقي الناس اللي تكلمت ولا حد جاب سيرة امام بحاجة وحشة واحد بس قالك مستوها لسه بعيد عشان اول مباراة والناس تكلمت فيه وانتهى اقول لي يا استاذ ابراهيم بقى انما الواضح بجد استهداف امام عشور طيب لما ينزل عنوان زي كده اه ده الاعداد ولا المقدم ولا حسنية ولا سوء نية ومين اللي حاسب على اذا كان هناك سوء نية او خبر غير حقيقي او تغيير او تزيف لاراء او حتى اختزالها واخذها من سياقها عشان تؤدي الى معنى عكسي مين اللي حاسب هل القناة هل هناك جهات فعلا هتوقف الزرد ليه ان انا الناس المتصورة ان المشهد الرياضي حيهدى وان العلاقات بين الاندية حتهدى لان من رأيهم ان من كان سببا سببا في هذه الالتهابات والصراعات مش موجود هو زهب ولم يذهب الاسلوب واصبح كله خايف يسيب الاسلوب ده بالعكس بيزايدوا بيه يعني النهاردة لازم تطلع تقول اذا كنت اتا مترشح طول عمر الزمالك بيتظلم وانا حضا حضا معينه اللي بيقول كده معظم هم مسؤولين سابقين طول الخمسين سنة اللي فاتوا دو فين كنتوا ما قلتوش هذه الكلمة ابدا وانتوا مسؤولين إلا اذا كانت دي بتاكل مع الناس وثقافة اتغيرت عايزين تستثمروها في لحظة انتخابية حتتفعل يا جماعة اذا فضلت الامور كده هو انت فاهم ان النادي الاهلي لو فضلت صورته الزهنية جمهوره او حد ينتسب ليه ضعيف 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 بعد شوية كده ايه زي ما قابل وش هكاسفر ليه وش هكاسفر ليه تقول لي يا الرجل انا كويت بعد شوية تمرد هتوعد في البيت مش هتنزل اه لما اجي هقولك انت مظلوم انت مظلوم انت مظلوم هتشتغل بيأس وإحباط وخلاص تستسلم لانك مظلوم ولا انت مظلوم ولا وش هكاسفر ليه ولا انت ضعيف كله تقليف 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 علشان مغازلة بدل ما تكون قائد انت تقاض يعني دورنا هنا احيانا جمهور بيزعل مننا من كلمة بس بعد شوية بيدرك ان احنا كنا نهدف الى المصالح العام لما بنيجي نقول بلاش يا جميل اهلي كده مش بنصادر عليهم ما احنا بواقع ممارسات وعيشة طويلة وخبرات بنقول خلي بالكلين دي مزقوقة علينا ثقافة لتغيير واقعنا ثقافة علشان تنال من مبادئنا ثقافة علشان تهز صورتنا هذا الكلام بننبي به لان احنا لو فضلنا لو احنا عايزين نكسب شعبية نبدل نردد اللي بيتقال والناس تقول الله عليكم لكن احيانا نناقش دون عنه صادر اللي عاجه اختلف بقى بس انا قدمتلك وجهة نظري عشان تخلي بالك اذا كنت عايز وما تصدقنيش انت حر لكن ان احنا نقعد نتلقف من الناس بتكرهنا مثل هذه الاخبار ونزيد بيها كل واحد يا جماعة على فكرة الانسان ابن ثقافته بنت المكان يعني انت اذا كنت في بيئة صادقة بتطلع صادق في بيئة معتادة الكذب بتطلع تقدم من غير ما تحس وبتستمر الكذب في الهيفة والمليانة تستمر الكذب في حيان ناس بتكذب والله بيلا مبرد طب وهي الموضوع ده خليك تكذب ليه يعني احيانا الناس بتكذب عشان خايفة او عشان تغطي على خطأ كبير خايفة تتحاسب عليه او خاجلانة منه لكن تكذب لا استعيق الكذب يجر عليك لو الناس عرفت انك بتكذب بعد كده مشاكل وتفقد مصدقيتك عند الناس بعد شوية ليه واقوى واحد اللي بيواجه الناس بالصدق حتى بعيوبه يعني انت لو واحد طلع ويقولك انا غلطت فيدي عشان كذا 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 الناس مش مضطرية تهاجبك خلاص انت جبت اخرك يعني اقصد اقوله استاذ برايم احنا اللي يعنينا جماهيرنا اللي بقى هنرد عليهم اذا كانوا استحقوا الرد اللي اين فيه ناس لا تستحقوا ما تتعبش اللي هو عنده اجندة بس هنكشفهم من غير ما انهاجمهم بس خلي بالكم منه لان ما فيش هو كده هو هيقبض عشان يعمل كده ايه لي غير رأيه عشان انت بتقوله عيب مش غير مش غير ده كلام مهم جدا هنطلع لفاصل وبعد الفاصل الغربان اهلا بحضراتكم من جديد بالنسبة لتحديد موعد تلقي العزاء في الراحل الكبير ورمز الاهل المخلص في حاجة تيسير الهواري بكرة التلاتة ان شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب تلقي العزاء في مسجد الشرطة في الشيخ زايد ومراسم الجنازة والدفن من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر كان الاتفاء انه تلقي العزاء يكتفي على المقابر ولكن الاسرة رأت تلقي العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد غدا التلاتة ان شاء الله بعد صلاة المغرب شفنا في ضربة البداية إزاي الحروب التخيلية مفروضة على الأهل وبيتم التأسيس بيها والترسيخ لها من خلال صور كتير منها فيها معلومات غير دقيقة علشان يقود إلى انطباع سلبي مع الوقت ضد الآلي ويظهر نادي الآلي بالضعف أو يفرض عليه حاجة تخيلية هي أصلا مش موجودة لكن المؤكد أنه لما تبقى فيه حاجة حقيقية الآلي أعتقد أكتر من يأخذ مواقف حادة وحاسمة لكن تبقى مبنية على أساس حقيقي ولإظهار حق واضح وظاهر وإلا لو استمرت كل مواقف تصاعده حتفقد قيمة مواقفك بعد كده بالضبط ده كلام مهم جدا وكانت نقطة مهمة خاصة إن هي فيه مستهل موسم عشان كده وضعنا الكثير في الغربال أهلا دورينا دورينا وأعتقد ما فيش بطولة ارتبطت ببطل قد ما ارتبطت بطولة الدوري الممتاز المصري ببطلها شبه الدائم والتاريخي النادي الآلي لا لـ 43 دوري دوري تلت أضعاف أقرب منافسية حاصل جمع أو ضعف حاصل جمع جميع الأندية متساوية هنشوف في هذا التقرير الصوتي هذا الكلام والحقائق عن الدوري الجديد ونرجع نتكلم طيب شوفنا حضراتكو الدوري وكل ما فيه من مدربين وتغييرات لكن عايز أقول لكم النهاردة أول أهداف الدوري الجديد سجله يسري وحيد لعب طلاع الجيش في الدائم 63 ليفتح الباب لزميله أيضا أحمد شيكا لإحراز الهدف الثاني ودول الهدفين اللي فاز بهم طلاع الجيش على البنك الآلي في أولى مباريات الدوري الجديد الأسبوع ده مش هيوضح ميزان القوة قوي كل فرق مش فيه أحسن حالاتها ولكن كطارا طلاع الجيش والبنك ربما يكون مباراة متكافأ شوية نظرا كمان إن البنك فيه تدعمات حصلت له إنما بدأة موفقة مؤكدة لطلاع الجيش ما تخلوش يتحط في المأسق بتاع الموسم الفات على فكرة يا جماعة الاتحاد الجزائري أعلن منذ لحظات إنه هيواجه منتخب المنتخب الجزائري هيواجه منتخب مصر مساء يوم الاثنين 16 عشرة في العاصمة أبو ظبي العاصمة الإماراتية يبقى المنتخب المصري لسه الاتحاد المصري ما أعلنش لكن الاتحاد الجزائري أعلن إنه رسميا منتخب الجزائر مع منتخب مصر في أبو ظبي مساء يوم الاثنين 16 عشرة كمان مش هو القاهرة ها وقال كمان إنه المنتخب الجزائري هيلعب يوم 12 بيخاطب الرأس الأخضر عشان يلعب مع منتخبها يوم 12 يعني الجزائر هتلعب 12 ويتلعب 16 ما عارفش منتخب مصر حتى الآن اتحاد الكرة ما أعلنش إنه حيلعب إمتى طبعا كنا نتمنى إنه يتم الاتفاق على ماتش 16 ده إنه يبقى 15 يبقى 14 لإنه إحنا بنتفاهم إنه إنت بسا للتحاد الأفريقي يفرض عليك مباراة أسيوبيا كمباراة رسمية لكن إنت في النهاية دي أجندة دولية وعندك مساحة فاضية من يوم 9 ليوم 17 كنت تقدر تختار أي موعيد مبكرة بدل ما تضغط في وقت متأخر على الأندية خاصة اللي عندها مشاركات أفريقية وعلى رأسها الأهلي في مباراته مع سنبا نتمنى إنه يحصل تنسيق إن شاء الله في الفترة الجاية لإنه ما فيش حل إلا كده لا حول أقول تهلا بالله أبراهيم مكتوب علينا نقعد كل مباراة وده هنا بقى والله العظيم الإنسياق في مسألة إيه ده عن حقوق بتاخدنا وبتاخد من تركزنا خلاص أمر واقع راكز بقى تشوف تعالج البلوة دي إزاي وما نتكلمش فيها لا جمهور يضغط ولا حد يتكلم إذا كانت الناس تقدر عايزة تساعد الأهلي إذا عايزة تساعد الأهلي وتوجد حلول يبقى ده واجبها إذا ما فيش خلينا وقعين ونبقى أقوى من أي ظرف عشان نقدر نعالجه نعتبر الظرف الصعب ده هو ده ظرفنا أحد وخلينا ما إحنا جربنا السهل بياخد من تركزنا برضا الصعب يمكن أن يحفزنا بس ما نعيش فيه دوامة المشاكل أكتر من اللازم طيب الدورة الجديدة يا جماعة اللي هيبدأ القيمة التسويقية بتاعته 154 مليون دولار فاصل 98 154.98 مليون دولار ده رقم كبير هو رقم كبير بالنسبة للدور المصري لكن كبير بالنسبة لأني دور يعني يعني هو دلوقتي مؤكد الخليج أبعد منك بكتير لا خلاص ما تقول لا يعني أبعد السعودية حتى يعني الخليج أبعد منك الصين واليابان أبعد منك وكوريا أبعد منك رواتيبهم فأنت في أسيا أنت بس إيه في أفريقيا شوية ممكن تبني لك مميز يعني لكن لأن أفريقيا مصدرة أريد أن أقول لك على حاجة على قيمة المنتج المصري لو أنت تكلمت على حجم القيمة التسويقية للدور المصري من خلال اللعيب المصريين مقارنة بالدوريات الخليجية استنادا على لعبتهم المحليين لدور المصري أعلى بكتير لأنه هو التاني بيجيب لعبة أجانب مش هتقوله نلعب محلي في دور المحلي لما أقول لك عشان ما نظلمش نفسينا مش ظلم الدوري بتاعك مرشح أنه كان يوصل لأرقام أبعد من كده أي ويبقى برضو مصدر قولي بقى كخبير التسويق إيه اللي ينقص الدوري لمصري بالزبط اللي إنك تطبق المعيير اللي يتخلي الناس تاخد كل الصعوبات وتشتغل عليها عشان تواجهها أولها ثاني وثالث وعاشر الشفافية والسلامة المالية لأن دي اللي هتجبر لأن دي هتشتغل كل نادي لازم يجهز نفسه بجد ثانيا التغطيات بتاعتنا الإعلامية إحنا بقى نخاطب نفسنا إزاي ننشغل بالقضايا الحقيقية مش بالتحفيل على بعض أو خلق الصعوبات أو الطعن على بعض أو التشكيك في بعض لأن ده بياكل مننا كلنا الناسة ما بتلاقينا مسكين في خناء بعض سوري إيه اللي تقيمة إحنا ماينفعش نبقى مسكين في خناء بعض طيب خليني بس أن نقول الجمهور كل كل وبعدين أنت قلت لي بعدين لوائح واضحة قبل ما نجي لللوائح تنحفز بدقة طيب قبل ما نجي لللوائح هنتكلم في جزئية اللعب المال النظيف عشان الجمهور بيسمعها كتير ومش فاهم هي لما بتطبع الأرض الواقع بتعني إيه التمنتاشر نادي اللي في الدوري مفروض يكونوا ملزمين أنه كل نادي بيقدم الموقف المال بتاعه بمعنى أنا كنادي أهلي هقدم أقول أنا ميزانيتي عشرة مليون جنيه مثبت فيها الداخل ده جاي منين أيوة أهم حاجة أنا جاي بالعشرة العشرة مليون جنيه دول منين ودخل مستقر والعابرة واللي حصرفه ما يوصلش للعشرة ما يزيدش عن العشرة وإيه اللي حيبتال غطيتها منين أنا حفظه المرتبط بالسقف المالي اللي أنا التزمت به طيب أنا أبرمت صفقات أكتر من العشرة مليون يتقال لك ستوب مش من حقك تجيب اللعب ده ليه لأن أنت وصلت للسقف شيل حد من عندك عشان تحط ده مكانه بنفس القيمة بنفس القيمة الكلام ده أهميته بإيه يا جماعة أهميته إن أنت لما تيجي تلاقي نادي زي بيرامدز أنت منتاش عارف هو ميزانيته قديه ومنتاش عارف هو هيشتري لعيبة قديه ومنتاش عارف وإنت بتنفسه في السوق المالي ده هو هيدفع كام فبالتالي أصبح فيه تفاوت بين الأندية وغير معلوم مصادر السروة للأندية المتنفسة مش بس يا أستاذ مش بس بيرامدز الأهلي بيرامدز مالك خدت 18 نادي كل الأندية بيما فيها الأهلي يعني الناس عمالة تقول الأهلي بيجيب فلوسه منين أطلع أقول لا ده سؤال جميل جدا أقول له خد ميزانيته نادي الأهلي قرأ بالضبط وإذا لقيت فيها حاجة مش حقيقية اشتكي لو فيه لعب مالي نظيف هتكتشف الحقيقة بسهولة جدا فأنت تبقى باستمرار عندك ضوابط مالية في السوق مش ناس بتنافس زي فرق زي أسوان أو زي البلدية أو زي الفرق اللي بتعاني ومناسبة يعني ميزانية النادي الأهلي بدون دخول في التفاصيل كده يعني الحمد لله يعني بكرة فيه مفاجأة فيه رعاية جديدة للنادي الأهلي وقد تظهر في مبروك على فنلة النادي الأهلي في المباراة بإذن الله إضافة جديدة ده في ضهر الفنلة الحمد لله في حد جديد في ضهر الأهلي مش هنقول تفاصيل بس في حد جديد بكرة في ضهر الأهلي طبعا مبروك بإذن الله انتهت الموفقات وكل حاجة وبعدين حيتعامل الإيفنت الرسمي في وقت يحدد على أعلى مستوى من الشركة أهو دا يا جماعة للمونس عدلي بيقولوا جزء من مصدر الدخل بتاع النادي لما أجأ أقول الموقف المالي بتاعي إن أنا عندي رعاية لفريق الكرة قد كده بيدخلوا قد كده أنا بعمل صفقات قد كده هو ليه الهدف إن أنت إراداتك أو مصرفاتك ما تزيدش عن إراداتك عشان ما يحصلش عجز وما فيش عقود تلاقي الناس اللعيبة بقيت نفسها في الشارع لأنك ورد إن جدا النادي لا يافي بالتزاماته اللعيبة دول محترفين المدربين المتعاقدين دولهم حقوق فبالتالي لازم إراداتك تغطي مصرفاتك ولازم أن تثبت مصدر سروة إراداتك جاية منين غير كده لا تعالي على جنب أو اطلع على النيابة عايز إثباد مصدر سروة إحنا للأسف ألف باق عندنا دا مش موجود ومش هينفع يبقى فيه كورة ولا فيه دوري ولا محترفين ولا الكلام اللي أنتو بتسمعوه من غير قاعدة اللعب المال النظيف المعلن الشفاف دا مش منظور إنه يحصل يعني كل حاجة تصدر لك الحيرة هو إحنا ليه مش ملتزمين باللوايح الدولية هتتطور إزاي إذا كنت إنت مش عايز تروح للنموذج الدولي إزاي هتتطور وعدم إظهار الموقف مدعاه للريبة 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 على الأقل والارتياب والراغي والراغي ما ممكن يبقى كل حاجة سليمة عندك هاي تم تعلين بالضبط واخد بالك النقطة الثانية إنك أنت سايب الدنيا في حينه يعني اللوايح بتاعتك يعني إحنا كثيرا من ردد كلمة القوانين محتاجة تتغير والله إما محتاج حاجة يتغير غير التطبيق طبق اللي عندك طبق اللي عندك بحة زفيره عندنا غابة تشريعات وكلها صالحة في حالة تطبيقها إنها تزمت الأداء وتردع المخطئ وتحقق العدالة وتقضي على فكرة إشمعنا اتنين ثبات الموقف يعني أنا ما عنديش مشكلة أبدا إنك أنت لا بتطبق زي بالظبط يقولك الحكم ده طرد وعمل إذا كان معيار واحد صفرت واحدة ما تحسبش علي ضربة جزاء وتتجهل أنت أنت نفسك واحدة أوضح من الصالح يبقى أنت ما طبقتش المعايير بتاعتك أو اللي قالك ووشورشك في الفار ما طبقش المعايير أو تغاضعا دي وعلى فكرة ترتيب الأحداث لو جون بتاع كهرباء أو ضربة الجزاء المستحقة لنا دي لالي كانت عاقب احتسام ضربة جزاء تغير شكل الماتش لا مش كده بس تغير لو الحسيتين دول جون بعد ما حتسبت ضدك ضربة الجزاء كان حيبقى فيه حرك بعدم أنك أنت تطبق نفس المعايير لكن أنت تغضيت في الأول وعندين حساب على الأساس أنها عدت بقى لكن أنت كتكون لنسى الله ما دي زي لك الدنيا هناك هناك دائما وخصوصا يا جماعة الفار أخطر من صفارة الحكم دلوقت لأنه لمفوش نقض والإبرام هي درجة الاستئناف اللي عندها قدر من التأني والتأكد والطيقن ولازم مجبرين يعني ما تطلع اليسين أنت استنادت على إيه على الشاشة زي ما للتحدي الدولي كان بينصح بفترة بالفترات أنت بتقول دلوقتي عشان الجن حطي إيده ورهاني عشان طيب هنيجي للجزئة الصورة أنا بدي مثل أنا بدي مثل القيمة التسويقية للأهلي أعلى بين الثمنتاشر نادل في الدولي الأهلي قيمته التسويقية تلاتين فاصل خمسة وتلاتين مليون يورو بيليه بيرامدس بواحد وعشرين فاصل تمانية وتمانين مليون يورو ثم الزمالك تمنتاشر فاصل تمانية وتسعين مليون يورو يعني ثم تيجي إحنا بقى نتواقب في الحتة دي أنت عايش تفاهمني إن إنفاق بيرامد أقال من إنفاق الأهلي في الكرة لا القيمة التسويقية للفريق قيمة التسويقية مرتبطة بالكواليتي اللي أنت بتجيبه أسعار اللاعب فأنت عايز تقول لي ما أنت عندك مواهب بتتصاعد قيمها أي أو بيخش لك حد بتزيد قيمته عندك بالظبط ده وارد جونة أقل الأندية قيمة تسويقية بلغت قيمة لعبيه مليون فاصل خمسة وستين من مية مليون يورو بيسبق الداخلية بمليون فاصل سبعين والبلدية بمليون فاصل تمانية وسبعين مليون يورو ده بالنسبة للقيم السوقية للأندية مليون فاصل سبعين مليون لا البلدين تقول أنت 78 لا مليون فاصل 78 ده من ناحية القيم السوقية للمسابة أو للأندية على فكرة بقى هشوف إحنا اضطرنا نلجأ لهي معيار هذا معيار دقيق بيعملوا بعض الناس اللي بقولوا إحنا خبراء في والتقييم على الورق لا يمكن يكون وضع التقييم على أرض الواقع أنا بقول لك بقى هو كله بيستند إليه أنت لما تدخل على موقع ترانسفير ماركت يا سيدي ولا كل نادي ولا حتى ترانسفير ماركت ولا أي معيار في العالم تقدر تستند إليه على أن دي القيمة التسوقية لأن هاتلي لعيب واحد اتباع بقيمته التسوقية يا دميان حتلاقي قال لي أكتر ما فيش حد هو ده وجهة النظر اللي بيحط التقييم التقييم البياني وجهة نظره ليس هذا يعني ده عاملة زي مثلا بس ده وجهة نظره مبنية على الرقم في حركة البيع والشرك يقول لك تباع لما جالك جالك بكذا لا ها لا هو أنت لما لما أنت يجي يقول لك لعيب تمنه ستة مليون دولار ولا ثمانية مليون دولار حتبيعه ستة مليون دولار ولا ثمانية مليون دولار ممكن تبيعه أهلب كتير لو مضطرت بياه السوق وقتها بيفرض عليك إيه وش جاي لولا كده يبقى أنت ما فيش في جيبك عصد ده معيار افتراضي يعني أن أنت معاك أصول تمنه كده لو جت النهاردة السوق هيقول ليه هو ده الكلام هل أنت لما تيجي تبيعها هيجي لك المبلغ ده أهل ولا أكتر واخد بالك ولذلك تبدو أحيانا التنقضات مش كده بقول لك المعيار الحقيقي مش ده المعيار الحقيقي السلامة والشفافية المالية ميزانيتك أنت بتصرف وفلوسك جاي منين فلوسك جاي منين وبتصرف إيه كل سنة هي دي اللي بتحدد قيمتك التسوقية قدرتك على الانفاق على المجموعة اللي عندك دي لأن أنت مش معقولة مثلا عندك ناس بمئة مليون يورو وانت قدرتك عشرين مليون مستحيل هتشرف عليهم إزاي لكن لو أنت قدرتك مية ولا مية وعشرين مليون هيبقى منطقي لما أقول لك أنت قيمتك التسوقية مية مليون إذن قيمة التسوقية لازم ترتبط بميزانيتك المعتمدة والتي يقرها لاتحاد الدولي طيب من ناحية السن ومعدلات الأعمار في المسابقة بلدية المحلة والداخلية المعدل الأقل سن بين الأندية ومتوسط الأعمار 24.2 سنة 24 سنة متوسط أعمار الأصغر للبلدية والداخلية إن ببعديهم 24.6 سنة ثم سموحها بـ 25 سنة البنك الآلي أكبر الأندية من ناحية معدل السن متوسط أعمار لعبيه 29 سنة ونص 29؟ يليف يوتشر 28 سنة ثم بيراميز 27 سنة وثمانية من عشرة إحنا وزمالك كم؟ مش محسوبة في القيم الأعلى مؤكد أن أنت تحت 26 يعني تحت 26 وفوق 24 بالضبط الآله حامل اللقب عنده 43 لقب في البطولة الزمالك عنده 12 لقب في البطولة ثم الإسماعيلي عنده 3 ألقاب ولقب واحد لكل من المأولين والترسانة والأولمبي والمحلة دون الأربع ألقام اللي خرجوا بره الأهلي والزمالك أنت عارف معيار المتوسط الصين ده أهميته إيه؟ آه بتبايل استمنى أو قدرتك على تحمل المباريات فيه مصابقة الدور العام هل أنت في الأمطار الأخيرة مين اللي يقدر يتحمل؟ هل معدل 29 سنة ده؟ ها؟ لأن أنت لما تيجي تقول إيه؟ الروتيشن الروتيشن أنت قلت ما عرفش قلتها ولا كنت بتقولها لنا نجراديولا قال لك أنا مضطر أتعامل مع الضغط آه ما فيش حال غير روتيشن بالضبط هلعب أربع ماتشات في 11 يوم إذن الروتيشن ده كلمة ونتك يمشي به على المدربين آه ده هي بيزة في المدربين ولازم هو عندك سكواد أو قائمة تسمح بأن الروتيشن ما يهزلكش الأداء طيب عشان تعمل السكواد ده جبت كم صفقة إمام عشور من ميتلند الداني مارك وريدا سليم من الجيش الملك المغربي وأنطوني مودست من صفقة انتقال حر من بروسيا دورتمان تفعيل بند شراء خالد عفتاح من سموحة استعادت كريم وليد أو كريم ندفد بعد انتهاء عارته الفيوتشر واستعادت صلاح محسن بعد انتهاء عارته من سيراميكا كولوباترا تدعمات قوية كانت كافية؟ هي التدعمات اللي طلبها اللي طلبها واللي يسمح بيها لأن انت منكم تيجي تقولي إيه أنا محتاج باكليفت فتكتشف أن ما فيش باكليفت في الدور المصر تقدر إلا اللي موجود مثلا في أندية مش هتقدر تسيب لعمتها مستحيل يعني هتجدها في أندية كبيرة ما تقدرش تسيب والباقي يتساوى إلى حد كبير مع الناشئين اللي عندك طيب انت ما عندكش أجانب خلاص يبقى مش هتقدر تجيب أجنبي بفوق السن هتلجأ لأجنبي تحت السن رجعنا الفكرة هو أنت هتجيب لعيب تربيه ولا جاهز تاخده في سن لو جبته تحت 2003 يبقى حيبش السنة جاية ما لعبش طيب 2004 معنى كده لازم خلال سنتين يلعب عندك طيب لو جبته تحت 2005 يبقى حيبقى حيبقى إلي من 18 سنة مش مسموح يبقى أنت لن تجيب 2005 يبقى أنت مقيد بسنة سن تجيب فيه لعيب باكليفت مقيد بالسنة دي ويكون أعلى أو يدي لك طموحات هنا بتصطدم بإيه إن الحاجات العالية قوي دي أوروبا بتنفسك فيه أنا بكلمك بقى على واقع إلا إذا كنت عايز بقى من ناحية الشكل تجيب واحد إنت وبقتك إنت وبقتها هي يقولك الله وإنت رحت بس ضيعت فرصة إنك تجيب واحد ولسه حتجربك يبقى برضو ما حللكش المشكلة ما أنت ليه جايبوا السنة دي 2005 عشان يلحقك الدور ده وبعد كده يستمر معاك فإنت المعايير يا جماعة أحيانا بنتكلم بسهولة فيها وهي شديدة الدقة وشديدة التعقيد حسابات كتير أوه في كل حاجة بتطلب فإنت يا إما نجيب حد ونتحمله ونستنى عليه يا إما نجيب حد ناضج وده محتاجة يعني توفيق ومقارنات إن فيه واحد بالمواصفات اللي ينفع علعب عندك وينافس علي معلول وأوروبا مش عايزها طيب تسمح لي بالسؤال بقى بعيدا عن الأسماء والمركاته خلاص تقفل طريقة العمل فيما يخص استخدامات اللعبين ما بين السكاوتينج ما بين الترشيح وما بين الرؤية الفنية وما بين موافقة الخواجة الأمور بتمشي إزاي في القنوات دي كلها الكلام دي كلها كله بقى في الشركة زي ملفات النادي مشكورا ووثقة في الشركة حولها ملفات الرعاية ملفاتات النحوة التجارية بس يمكن الأول حاجة تبقى العقد الجديد اللي في ضحه الأقد الجديد ممكن يبقى ده بس يا رب يتمي بخير بإذن الله إن شاء الله أنت بقى السيكونس الفني أو المصاري الفني إيه اللعيب ده يا ناشئ يا جبير في السن نبتدي بالناشئ الناشئ ده يا محلي يا أجنبي يا أجنبي فأنت تتابع وتقيم مش فرقتك بس والمحلي ده يا فرقتك يا في الفرق اللي بتنفسك يا خارج الفرق اللي بتنفسك يا مجهول خالص الكشفين بيجيبهولة بتتعامل مع مجموعة من الكشفين بتتعامل مع رؤى فنية من شغل ده شغال ومستمر بعيدا عنه يوميا يوميا على مدى السنة مش مرتبط ب ده إدارة مستقرة سابتة ليس كوتي يشرف عليها الكابتنان رامضي ومعاه ناس بتعاونوا واحد محلي واحد وبينهم منصق وواحد أجنبي وفي واحد فريلانسر بيتقدر تتعامل معاه في اللي هو يعني تتعامل بخبرته في الحاجات اللي هي يعني ممكن يجيبها لك بطريقة غير متوقعة لكن ده بيحصل فيه إيه مش معنى كده إيه ده زي بنك معلومات يا أستاذ براي انت سألت سؤال ده بقى أي بنك معلومات عندك بتعمله فريم معين أو إطار معين مجموعة بحسية اللي يقى البدنية اللي يقى الزهنية الحالة الإجتماعية اللياقة النفسية المهارات مدى التزامه مدى إصاباته كل دي في معايير وفي شركات متخصصة بتلجأ لبعضها إنك سعد في هذا الأمر خصوصا في الأجانب هذا بنك المعلومات ده يبقى موجود عندك بتستدعي منه خط بقى ده محليا وأجنبيا وأكبار وصغيرين خلاص هي القعدة كده فأنت أنت على مدى الموسم بتشتغل كده طيب في يجي قبل موسم الانتقالات لما بيتشم إن كمان النادي لالي عايز في مركز معين يبتدي يجيلك من وكلاء اللاعبين حاجات تانية معظمها بيبقى عندك معظمها نتيجة إنك بتتابع بيبقى عندك تبتدي الفلترة مين عايز يجي مش عايز يجي خالص لأنه قعد في أوروبا أو قعد في حتة مين ما تقدرش تجيبه لإنه أرقامه مش مش في طاقة الدوري بتاعك مين مش هتقدر تجيبه رقمه فني لكن ما يقدرش نجي عندك عنده مشكلة أتيتود عنده مشكلة طباع عنده مشكلة هنا بتستدعي كل الأمور دي بتلجأ لبنك المعلومات اللي في السكاوتينج عملوه وتاخد منه يبتدي وفقا لرؤية المشرف عكورة مع الجهاز الفني يقول له أنا عايز في المركز الفلاني يقول لي بقى مين محالي ومين أجنبي ابعتلي يتبعت له الترشحات إمتى هترجعلك نتيجة البحث ممكن تبقى ترجعلك فورا ممكن تقعد أسبوع شهرين ممكن تتأجل وده حدث وبيحصل وحيحصل واخد بالك لأنه هو الجهاز الفني اللي بيقول فرقتي محتاجة ده اللي خلاك قلت الحلقة اللي قبل اللي فاتت إن الأقواص ما زالت مفتوحة مفتوحة لأن الشغل مفتوح ممكن أنت تفاجأ دلوقتي أن يتطلب منك جهز لنا عشان بعد كده أو بعد كده كذا أو على اللونجوين فأي وقت في الشتاء في السنة الجاية ممكن يكون في حركة إحنا مش عارفين هتحصل تبقى أنت جاهز لازم كده لما بيرجع لك الكلام ده يبدأ دور التعاقدات فورا ده كلام مهم جدا وكان لازم نعرف الألية اللي شغال بها الأهلي في هذا المجال المهم جدا اللي دايما بيحاط بكثير من الغموض والأكثر شائعات وجدل وكلام كتير في الفترة بتاعت المركات ده نتيجة إيه برده لما إحنا ما بنتكلمش كما هو مفروض وعلى فكرة إحنا في الشركة من أول يوم كلنا متعادين يبقى تيم وورك محدش ياخد اللقطة محدش عمل حاجة لوحده ومحدش هينجح لوحده وكلنا بضهر بعض عشان ننجح فما فيش والتيم وورك هو اللي بيخلي النفسانا تروح ويخلي العمل الجماعي والبطل زي فرقة الكورة زي سخافة النادي الآله في الإدارة زي مجلس الإدارة ما تجدش فيه كل واحد طالع استعرض نفسه واخد بالك أستاذ براهيم الفكر ده لازم يسود وإحنا حرصين على تركيزه فما تزعلوش مننا بتوعي الإعلام لما تجده الناس مش عايزة تتكلم يحصل تسريبات من مصادر كتيرة جدا بعضهم بالوقلة بعضهم من حد عايز يبوز لك حاجة فيحط جمهور في توقع عالي جدا عشان يبين إن فيه فشل إنك ما جبتش التوقع العالي ده وهو مش حقيق من الأساس يعني كتير من اللي بيتقال ما بيبقاش حقيق فيه لا اجتهاد ممكن بقى في النص حاجة من اللي بتتقال دي تلبس آه ما هو ده سوق العجر الأغلبية صحة ولا غلط لا الأغلبية طبعا كلها يعني نوع من الاجتهاد اللي بتصير حالة من الجدل وحالة أحيانا من الأمال وأحيانا من الإحباط طب لما بتلاقوا الناس الإعلام واخدها في سكة فلان ما أدرش وإنت تبقى كمسؤول عارف إن فلان ده مش في الصورة ما أدرش هطلع عن فيه ليه لأن أنا لو نفيت أكني بحصر الدائرة في فلان وفلان وفلان ناس غيرك هتطلع تتلقف ناس تانية ربما تكون في الدائرة بتاعتك فمن المفيد ليك الناس ما فيش حاجة مفيدة ليه غير السكوت السكوت يا أستاذ إبراهيم ده المفيد اشتغل إنت جاء تشتغل مش جاء تستعرض نفسك مش جاي تكسب لقطة عشان جمري يقال عليك بطل البطل هو لنتيجة عمل وتبان بس ما يتقالش عليك بطل يتقال عليك أنه أنت فشلت معلش أنه أنت روحت لسين وصد وعين ودال وما جبت همش لحد ما تظهر الحقيقة خلاص خلصا أول ما بتظهر الحقيقة يعني أنت رضا سليم في ناس كتير اتكلمت فيه وحصل وجه فاهمني لأنه في الحالة دي أنت كمان فيه مصادر خارج خارج مصر ممكن تزيع خبر وأحيانا الوكلة بيرشعولك ناس أنت موجود عندك موضوع حساس بوفق أحيانا أكتر من موكيل يجيب لك لعيب وأحيانا الوكلة بيبقى لهم ظهير إعلامي مش هتقدر تخش أنك أنت تتعامل مع كل ده أحسن حاجة أستاذ إبراهيم أنصح بها نفسي وكل من أعرفه وتقم العمل في النادي الآلي الصمت 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 بس حتى ده معدش مجد بنسبة كبيرة في ظل اللي أنت بتقوله أنه بقيت فيه أطراف أخرى متدخلة من مصلحتها أن يتسرب الناس بعد شوية هتعرف بعد شوية هتعرف إذا كده حقيقي ولا لأ وبعدين عايز أقول حاجة لنا أقدر أسيطر على الإعلام ولا أطلب منه أنه ما اكتهدش أيها ولا أقدر أسيطر على المشجعين أنهم يتفعلوا وقولوا اللي هم عايزينه لكن لازم هو دي ضريبة العمل في نادي بحجم النادي الآلي أن المتابعين عندك بعضهم معظمهم عايز ينجحك دول اللي بيحبوك بعضهم عايز يفشلك بالإشاعات طب النشر المبكر عن الصفقة بيئزيها يئزيها طبعا ليه بيحطك أنت تحت ضغط متى لما جمهورك يبقى خلاص أماله عليد فيه إنه عايزين آه هو أنت سوزة ده فضل ترمومتر ليه سوزة 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 والطرف التاني وكل ما تخلص والعادي يتوافع عليه يرجع فيه طلبات جديدة أو فيه حد يخش عشان هو عارف أنه أنت مضغوط أنا بديه مثل مليكة ما ينفعش التفاوض من خلال وسائل إعلام أبدا آه إنما تبص تلاقي الناس وهي سيانة عننا نادي تاني يملكوا الإمكانات يروح يعمل صفقة فجأة تلاقي عنده العيم كويس دي مش شطارة ودي خيابة ده إعلام مركز معاك وإعلام ساب التانيين اشتغلوا ده مناخ ساب التانيين اشتغلوا ويجابوا اللعيب اللعيب ده لو نجح بقت شطارة جمدة جدا حد في الدراء وحد في النور لو ما نجحش محدش حيلومه لأنه ما حصلش ضجة أيوة إنما اللعيب اللي بيحصل عليه ضجة بتبص تلاقي معايير حتى الحساب قاسية جدا ولحظية جدا ده اللي بيخلي فرص نجاحه إلى حد كبير بتبقى صعب لأ هو ممكن يبقى ناجح بس الناس مش شايفة نجاحه بالقدر اللي كانوا متوقعين لأنه ترسمت له هالة كبيرة ترسمت له إنه مع كل لمسة عايبها معجزة إنه جايب بقى ميسي بقى ده هي مش كده أنت جايب لعيب جيد جدا يناسب طريقة أداء الآله حيساعد الفرقة إمتى زي فلافيو كده عندما انفجرت طاقاته في لحظة ولم يتراجع بعده واستحملته على فكرة في ناس كتير مثلا بتيجي تقول لك إزاي كولر لعب بإمام لا بعبد المنعم راس حربة ده كشف احتياج الفريق وكشف سوق التأخر في التعاقب لا هو كشف إن فيه احتياج لكن ما تنساش إن الموقف ده قبل ما نجيب في لافيو حصل من جوسي لما لعب وقل جمعة سنتر فيرود لا الاحتياج في لحظة معينة في لحظة معينة يمكن عايز دربات رقص عايز الدربة ده يمكن في الخمس دقائق هي يجي أوفر يستفيد منه بزبط هي أمكانك لعب مش نقص مش نتيجة السزاجة فكرية هي تبنت على رؤية الموقف ما حصلش فالناس قالت ليه طب لو ترافع الأوفر ده ومنع النط جاب الجون إيه يلعب قرية على فكرة زنبيا هتلعب مع مصر يوم 12 يعني قبل الإعلان الرسمي منتخب مصر هيلعب مع زنبيا يوم 12 وحيلعب مع الجزائر في أبوظابي يوم 16 دول المماراتين اللي هيلعبهم في الرويف الدوريا في الأجندة الدولية اللي هي من 9 ليوم 17 والأهل حيسافر وده المدير الفني في أي حتة يقولك أمراً ثلاثة يام وألعب رابع يوم أمراً ثلاثة يام والأسألة منطقية بالنسبة لمدير المنتخب نتمنى أنه أي تنسيخ يحصل يحصل في هدوء بعيداً شوف بقيت أتفائل بالصعوبات ده صحيح على فكرة المهندسة عادل الحلقة اللي فاتت كان قلقان جداً 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 وإحنا بنتكلم على الصوبر وأجواء الصوبر وجماهير الآل في السعودية فرحانة ومتراقبة ومتفائلة كان هو شديد الحذر والألع كنا عايزين نفتح حذر الملف لكن دهامنا الوقت يوم الخميس إن شاء الله هنستعرضه بالتفاصيل دمتم للأهل دائماً ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلاً شامخاً وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله سبع الله خير